السلام عليكم ورحمة الله أيدكم مبارك سعيد ويا ربي كنتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطلع عمر وبأجمل المتمنى يقول لك المغاربة في الممشى وكيف يخلوها واحد خلوناك دولي حقه لا يرد حقه واذا ندير أنا أقصد مالك البرتغالية وأن يرد حقه وندور مع ذلك شيء لا يقص الله سأخلاها الامبراطورية البرتغالية وتسبب ليها في أكبر خسارة في التاريخ حتى لا يوجد حاجة اسمية الامبراطورية البرتغالية كيف شط القضية؟ تسمع معركة الملوك الثالث معركة مأت وفيها ثلاثة الملوك هذه معركة وادي المخازن فيديو دي اليوم مشحر معلم يلا هم معين بقشو شوية باش نكتشفه في الخنيشة تكشع نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويا الله نبدأ و بسم الله من اللقاء هامة الدولة السعدية من بعض الوطاسيين السلطان محمد شيخ يتعرض للاغتيال من طرف العثمانيين محمد شيخ كان عنده خمسة الولاد جوج ماتوا وثلاثة هم اللي بقوا حيين عبدالله الغالب قائد محنك وهذا هو القائد دي الأشهر معركة دارة ضد العثمانيين معركة وادي البن عبد المالك الأول سياسي محنك وكان كيتقونش حلم اللغة أوروبية وشرقية أحمد المنصور الدهبي عالم وشاعر وسياسي ودياني وكان مخطط حربي خاطحة عبدالله الغالب سيشد الحكم من وراها سينود صراع على السلطة واحد القادية كانت معروفة في ذاك الوقت المالك مليك يشد الحكم إلا كانوا عنده خوته كبار وتزاد عنده شي ولد لا يدوش الحكم الأول يدوز للأمير الكبير من خوته ولهذا المالك مليكان كيتزاد عنده ولد يقتل خوته وهذا الشيء اللي بغي يدير عبدالله الغالب ولكن عبد المالك الأول وإحمد المنصور ذهب يهربون القسطنطينية عند العثمانيين مهم بقوة ما عند العثمانيين والعلاقة غادية بناتهم مزيان بالأمراء السعديين والعثمانيين كسبوا اتقادية لهم ولو يحاربوا معهم لدرجة أن عبد المالك الأول ولا داخل بلاط السلطة العثماني واحد النار وصلته من الخبار للموت الخوهم عبدالله الغالب وشد الحكم ولد محمد المتوكل اللي غير وصل الحكم وقتل جوج خوته كان مستبيد وظالم وكانت كتكره الراعية عمامه دارت لي من النقشة أولا كيف شدخوه نجام الله ورشة الحكم وحنا ومالأمراء الكبار وحنا أحق بالحكم هذا عبد المالك والمنصور الدهبي حيث الخلافة كدوز للأمير الكبير بغض النظر على عندك ولد ولا ما عندك المهم دعمهم السلطة العثمانية بخمسالاف من العسكر الأتراك وغضيتحرك عبد المالك وإحمد قاصدين المغرب بشير رجعوا حقهم في الحكم من اللي وصلوا لتمة عبد المالك بدك يتواصل مع القبائل اللي مأيداه وبغاية يشد الحكم أعطى الخو حمد المنصور الدهبي القيادة للجيش جمعوا الجيوش وقصدوا مدينة فس وتم اطلاقها ونادت الروينة المتوكيل هرب المراكش عبد المالك شد الحكم ولو السلطان وأعطى الخو حمد المنصور الدهبي الحكم مقاتلين الأتراك خذوا ورزقهم تخلصوا ومشوا في حالهم المتوكيل جمع لي واحد طائفة يرصى عليك وقطع الطرق وقع لهم بالوعود الكاذبة ومشى بيوم المراكش تدخلها سعجال يحمد المنصور الدهبي من فاس اعرب السوس من تمنى السبتان من سبت الطانجة مهم محس بقع البيبان تسده في وجهه اشغا ندير اشغا ندير ويعطي وجهه لبرتغال سيد مقاكبان يواله ولا بغي يدير اي حاجة يرجع لحكم قصد سيبا السيامة لك البرتغال كي يطلب ويزاوه وذلك الساعة الامبراطورية البرتغالية هي الهدو ورقم واحد للمغني والبرتغال ما توقفش مأكل الله في سبيل الله او لحب بنفك كينا مصالح معلم ومن هذ المصالح وعدهم بشعطيهم السواحي للمغربية كاملة ولكن سيباستيان تغرب القوة دياله وما عاربش بانه اللي تبع السافيه في الرأي دياله وهذا الشي اللي غد يوقع غد التكبت سيباستيان ماشي الاطمع بوحدة اللي حركاته سيباستيان كان حاقد على المغرب حيت في عهد باه يوحنى الثالث كلو قتلى ديالعص على يد محمد الشيخ ابت عبد الملك الاول والمنصور الدهبي وزيادة على هذا الاهدف كاملة اللي كانت عند سيباستيان كان هدف خر هو الهدف الدين وكانت اعلى سلطة في ذاك الوقت في اوروبا هي الفاتيكان والفاتيكان في ذاك الوقت كان كيدعيل التنصير وكان يحرد على استعمار دول المغرب الاسلامي وكيدعيل محاربة الاسلام والمسلمين ونشر الدين الماسي وجهت الفرصة من يقصد المتوكل باش يوقف مع هذا الدعمامه والمقابل يتخلى لي على جميع شواطئ المغرب وشرط عليه سيباستيان يقول للنصارى قاع السواحيد ومتى بقى دياله ده بتفهمنا اوه سيدي ده باش بقى سيباستيان غادي ياخذ المباركة ديال فاتيكان وغادي يصيف طليل بابا ربع الاف مقاتل الف وخمسمية من الخيل اتناش المدفع سيباستيان غادي قصد خالو فيليب التاني ملك اسبانيا اللي غادي عاونه بالاساطين البحرية وغادي عطيش عشرين الاف مقاتل من الجيش الاسباني طالياً سيدي تصيف شي تلتالي والالماين سيدي تصيف شي سبالي سيجمع شي مرتزقة من هنا يعني الجيش البرتغالي يتكون مربع الدول فيليب التاني ملك اسبانيا لم يكن راضي على هذا الهجوم على المغرب وحذر سيباستيان وقال لي لم تتضير بالصداع مع المغرب ورغم ما ساهلين لك وكذلك المستشارين سيباستيان لم يكن راضي على هذا الغزو وانهوه وقال لي ولكن رأسه قاسح مده يديره سيجمع الجيوش وشارج البطوات وقصد المغرب عبد الملك مليشي الحكم بدأ في الإصلاحات في البلاد وأول حاجة بدأ فيها هي الجنج أعطل أمير الأخوة المنصور الدهبي قال لي أراك لي السلاح درب لي الجيوش مزيان تحس بشي حاجة توقع صدق الله الحديث من 24 يونيو 1578 تحركت السفن سيباستيان من اللي شبونا دازو اللاكوس بركو فيها شيامات شدوا الطريق وقادس بركو فيها سيمانة من هالطانجا سيطلقوا مع المتوكل بالجيش دياله وشدوا الطريق الآسين من اللي انصار رجلهم في المغرب تبلبلات سيطلقوا واحدة دوات في المغرب كامل إلى الجهاد في سبيل الله بنادمك ينغير السلاح ركب فوق الخيل الله أكبرش الطريق عبد المالك تب السيباستيان من مراكش شوف قوة الكلمات والاستفزاز حيث هذا الاستفزاز غي يحتاجه من بعد اسمع اسماجي قال لي اسمع إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوى فإن تبت إلى النقد ما عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع وإلا فأنت كلب ابن كلب سيباستيان طلع لي الدم اللي قرأت الكتاب فقس فقس شاوروا على أصحابه كي يزيد يغرق و يدخل تيطوان والعريش والقصر الكبير ويجمع ما فيهم منسلاح ودخائر كي يتقوى و لكنه ما غير عبد المالك كتب المنصور كي يخرج بالجيوش من فاس والنواحي و يقصد القصر الكبير و يتوجد و هو سيخرج بالجيوش من فاس والنواحي و يتبع استقر الجيوش العبد المالك و المنصور الدهبي في القصر الكبير و هذا سيدي كيف سنجبره الخصم يلعب في تيراننا هذرنا قبيل على الاستفزاز و شوف سيدي قوة الكلمات عبد المالك عود صيفة الكتاب سيباستين اسمع ما قال لي إني قطعت للمجيئ إليك 16 مرحلة فهل لا قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي اشعجت في العافية أو الثاني و رغم شي هذ الكلمات هذو ما الذي سيجيبه هذا الكتاب الأول هو الذي يستفزه لكي سيدي سيباستين نصح المتوكل و نصح رجاله لكي يبقى في أصيله و لا يتحرك لكي يبقى قريب بالبحر لكي يتزود من المؤان والعاتات ولكن ما سيجعله لكي يعمل لي عيني بالغضب لكي يبقى لا يشوف دفع الجيوش دياله و قصر القصر الكبير عبد المالك تيك لو قيته بده كيعيه و بده كيبانه علي الأعراض ولكن حتى واحد ما كان عارف إلا أخو المنصور الذهبي و الطبيبيات المهم استقروا الجيوش في القصر الكبير ولكن خلصنا نعرف لماذا بالضبط عبد المالك اختار هذه المنطقة بالذات أولا هذه المنطقة بعيدة على البحر و لا يبقى للبرتغاليين الطريقة من أن يوصل لهم الدعم و للمؤان ثانيا هذه المنطقة التي استقروا فيها تحاصروا بثلاثة القوة الطبيعية وادي لوكوس وادي وارور وادي المخازن يعني ما عندهم مش منين يهربوا من يطنوض المعركة ثمانية غشة الف و خمسمية وثمانية وسبعين طلقوا الجيوش في ساحة القتال الجيش البرتغالي مدعوم من ربعات القوة وأكثر البرتغال إسبانيا إيطاليا ألمانيا الفاتيكان شي شوية من هنا وملهي وعدزيد المتوكل بالجيش دياله المغرب بوحلو جيوش مغربية مسلمة قحرة صفوا الجيوش في أرض المعركة هنا من خلال الحين كذي العبد المالك و المنصور الذهبي أضعوا خطة بشي فنيو في الجيش البرتغالي كامل لا يشاطفهم حتى واحد ليس غير بشي يربحوا المعركة و صعفة شوف ترتيب الجيش كثير في المقدمة الجيش أضعوا المدفعية من وراهم الموشات والرومات عبد المالك جاء من وراهم بالجيش دياله مع هل فرصان في الأجنعات وهو فين هو أخو المنصور الذهبي منصور الذهبي بقى مخبيو الجيش دياله واخذاء أوامير باش ما يتحرك حتى يتعطيها الأمر ونعدة الروين هذا القرطاس والمدافع سيباستيان كان لديه فرصان وقوة مهمة في الصفوف الأمامية المغاربة كثيرة في القرطاس والمدافع ومالك يريد أن يشارجوا السلاح يبدأوا يختار قفية من البرتغال عبد المالك حابس مكيدير وغير كيشوف برتغال اختار قصف المدفعية وبدأوا داخلين يختار قفية في الصفوف لذلك ساعة يتحرك عبد المالك والجيش دياله ويحبس الجيش البرتغالي ويعطي إشارة للمنصور يخرجوا ويطوقوا الجيش سيباستيان يخرج المنصور من المؤخرة ويخرجوا معه الفرصان من الأجنحة اللي سيطوقوا الجيش البرتغالي من الجناب وبدأوا يأكلوا فيها الجيش المغربي كتسح أرض المعركة وعبد المالك كما قلنا كان مريض وبدأ يتزاد عليه الآن المصادر تختلف في قضية عبد المالك كان مصادر تقول باللي كانوا عبطين فوق الخيل يتحارب ومصادر تقول باللي من اللي يطمئن عبد المالك نتائج المعركة وعرف الغالب للمسلمين نسى حبوه بصمت ورجع للخيمة دياله والتكوذر سباب دياله على فمه بحلمه بشكل مات ويجعل عنده شي واحد خوه يطيم إشارة باش ميجبدوش الخبر دياله حتى تسالي المعركة باش مطنودش الفتنة وهذا الشي اللي كان قاتل المعركة خدامة الجيش البرتغالي مطوق من ثلاثة النواحيكية كل عصر وهنا غتتفرق على واحد المفاجأة ما تنتظرونها وإنه حدث جيش البرتغالي مجيحة وادي المخازين وانتسل من فوق القنطرة وطوق الجيش البرتغالي ملا لقصد عليه التقبة من يشتبون البورتغاليين ثم هنا الجيش البرتغالي حصل لشفارة الرحبة وليس أعرف من عند منكية كل العصر والتروينات هنا المنصور يحرق مع الخيالة وعصد القنطرة ووادي المخازين كتسبة التفرقيع وليس يتحدث عن العدو من هنا يهرب لا يجب أن يتعرف كيف كان هذا الجيش الذي يخرج من الفراغ تسمع على سقوط الأندلوس ومحاكم التفتيش الذي كان في النصارى يجبره في المسلمين على الدخول المسيحية ويقتلهم 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 أحبابهم وعائلاتهم هؤلاء المسلمين الذين كانوا في الأندلوس ويطاحتوا ويطاحتوا بشي يهربوا مثل التونس، الجزائر، الدول العربية وجزء كبير منهم استقرر في المغرب وأعداد كبير منهم استقررت في المنطقة الأقصار الكبيرة يسمون الموريسكيين أعداد الموريسكيين يرون العدل الذي يجرع عليهم ويقتل أحبابهم وعائلاتهم هوا قدامهم وبين ايديهم يريدون أن يتاقموا بردوغ ديتهم يجمعوا كاملين، هذا الأصي، هذا المناجل، هذا السيوفة، فوق الخير ويأتي كاملين لكي يشاركوا في المعركة الجيش البرتغالي حصل حصلة للكلاب سباستيان داخم وقع عارف ما يدير تخلص يدي وسط المعركة بقى كيقات الحتمات ولكن بعد ذلك أحد رأس الحربة لتصداع، المتوكيل، أين يشاركوا؟ المتوكيل السيدي يقول لك هربووشي وحدين من الجيش البرتغالي أين يشاركوا؟ أين يشاركوا؟ أين يشاركوا؟ أين يشاركوا؟ ماتوا ثلاثة المولوك في معركة واحدة سباستيان والمتوكيل وعبد الملك الأول المنصور الدهبي سيبيعوا المغربة وسيبيعوا سلطان الدولة السعادية المتوكيل السعادية بدون الملك وماتوا العمرة ووزراء والمالك تقتل الكامل ولا تأثر في المعركة ولماذا قلت لكم ما تبقى شيئا ما تبقى شيئا سميثا الإمبراطورية البرتغالية الواريخ الوحيد الملك سباستيان هو خالو ملك إسبانيا فليب تاني وفيليب تاني سيضم البرتغال من بعض الأراضي الإسبانية ولما تبقى شيئا ما تبقى شيئا البرتوغالية ولا البرتوغال. المهم اخبار دي المعركة داعت في العالم كامل وكل شي تصدم. ما كانوش كيدون نو بلي دولة واحدة غدت تقدر تحامل جيوش دي الربعة الدول الاوروبية عظمى وعندهم الهيبة ديالهم. وهنا المغرب دير الهيبة ديال وسط دول ولا كل شي كي خافي تواجه معه. وبقى محافظة عن الهيبة دياله لعدة قروب. احتمل الليهود ديل المغرب خاصوا نهار في العام. تسمى بوريم سيباستيانو. يحتفلوا به بنهزام البرتوغاليين في المغرب. من بعد هذه المعركة المنصور الدهب يحكم المغرب وتسمى المنصور بالله تيمنا بانتصار المسلمين في هذه المعركة. واللقب ديال الدهب تطلق عليه الكترة الدهب اللي ولات في البلاد في العهد دياله. البلاد تاسعة الرقعة دياله في عهده. المغرب يجر من مالي السينيغال نيجا. بدك يوجد باش يسترجع الاندالوس ويغزو الهند. بل انه قرر يوصل الابعد منه كاك. وبدك يوجد ليه في العتاد والمؤن وجود. المغرب في عهده ازدهر من المزيان. من المدارس. المعهد العلم. شيد المستشفيات. القناطر. المدن القرى. الطرقان. اه شجع الزراعة. دخل الآلة في لحية البلاد. شيد المساجد والمنشآت العلمية والعسكرية. حتى ان الناس كانوا يجيوا من البلدان اخرى. يتعالجوا ولا يقرؤوا في المغرب. وحافظ على البلاد من الأطماع الاستعمارية واحد المدة من الزمن. المغرب في العهد ديالو لدولة قوية بمعنى الكلمة. بلا شكة الشخصية تستحق حلقة خاصة عليها ابو حدا. إذا كنت تستفتي مع ايوخا غير شوية. وبالك بالليد المحتوى كي تستحق. تشجيع. ما تنسانه منجام. وطبيعة الحالي. لو بغيت فقط توصل بالجديد. معني غير تشارك في القناة. وصلنا النهاية. وعيدكم مبارك سعيد او تاني. السلام عليكم.